سعادة السفير لطالما سوق الغرب وسوق أصدقاء إسرائيل للدولة اليهودية بأنها لو لم تكن لو لم تنشأ دولة إسرائيل لا تهدد كل يهودي في العالم هل تعتقد بعد 7 أكتوبر وبحكم معرفتك بالمجتمع الإسرائيلي أن هناك شعورا قد بدأ يعني يشعر به كل إسرائيلي بأن إسرائيل لم تعد آمنة هو الشعور ده مش إسرائيلي هو الشعور ده في الشارع الغربي نفسه يعني الشارع الغربي نفسه ابتدى بعد اللي بيشوفه كل يوم من مأساه ومن قتل ومن افترة ومن بلطجة سياسية ابتدى الشارع الغربي نفسه يغير رأيه يبص على إسرائيل دي أنها يعني وحش 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 وقاتل فبعد ما كان هو الضحية هو الضحية والذي أصبح الجلاد فالنظرة دي تقلق الإسرائيليين بقى لأنه زي ما قلت عليك في الأول أن الإسرائيلي بيعتمد على طاعاته في الغرب معه إنه هو دايما لما يتبص تلاقي حصل يفكرك بأيام المعاناة اللي شافها فهو بيلعب في الحتة دي فالنهار ده هو ما يقدرش يلعب فيها لأنه هو اتكشف يعني 7 أكتوبر كشفته كشفته وكشفته مش هو بس كشفته وكشفت برضو دول كثيرة جدا استخدمت وسيلة زواجية المعايير أو الكيل بميكالين بطريقة مقززة ودي شفناها طربين بعرض الحائط كل القوانين الدولية قانون الإنساني الدولي وكل حاجة وهي بس تيجي على عليه نحن والحو الإنسان ومش هو إنسان وفين الإدانات وفين مش شايف حاجة أو كل اللي أنا شايفه زي ما قلت لها خارتك عبارة عن عبارات خجولة خجولة يعني فلا يعني هو فيه إسرائيل اتخبطت خبطت يعني ده أفيش شك